حرب الفساد الحكومي التي يشنها السياسيون على بعضهم البعض بين الحين والآخر لا تتجاوز كونها دعاية انتخابية حيث إن ملفات الفساد التي يعلن أنها كشفت لا يصدر على إثرها أي قرارات لإنهائها رئيس الوزراء حيدر العبادي لم يقم بالكشف عن أبرز النتائج التي حققتها حملته في مكافحة الفساد التي يقودها بالتعاون مع فريق من المحققين الدوليين بغي تكشف ملفات الفساد واسترداد الأموال العراقية المهربة إلى الخارج بالرغم من حديثه الدائم عن رصد الكثير من ملفات الفساد مصادر في حزب الدعوة الحاكم والذي ينتمي إليه العبادي قالت إن الأخير يتحدث عن محاربة الفساد إلا أنه لم يعلن أي شيء حتى الآن عن النتائج المتحققة في هذا الملف مؤكدا أن حديث العبادي عن القوائم المسربة للفاسدين التي ستظهر خلال الفترة المقبلة غير دقيقة اختيار العبادي لتوقيت حملته في الحرب ضد الفساد بالتزامن مع قرب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة لا يفسر سوى دعاية انتخابية في حال كشف بالفعل عن إجراءات ضمن هذا الإطار أو لم يكشف آخر تصريحات العبادي حول الفساد جاءت خلال كلمة له على هامش مشاركته في احتفالية النصر حيث قال إن حكومته لن تسمح للفساد بالدخول إلى الأجهزة الأمنية ويجب العمل على كشف الفاسدين للحفاظ على النصر على حد قوله وعلى الرغم من حساسية ملف الفساد الذي يمس المواطن بشكل مباشر إلا أن نوايا العبادي لم تتضح للعلن كإجراءات فعلية ولم تتجاوز كونها تصريحات إعلامية كإعلان النصر على تنظيم الدولة ترجمة نانسي قنقر